السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة اخرى مسلسلة شهيوات رايحانة كمال حلقة اليوم عبارة عن بطبوط معمر بحشوة لديدة وسهلة كذلك عجين لناجح مئة في المئة بسم الله على بركة الله نبدأ في استعراض المقادير عندنا الحشوة بصلاة كبيرة اللي كتكون فروما ناعم رقيقة بزاف او كتتحنها في الروبو او غير كتقطعها بسكين غير يتكون رقيقة بزاف مع جوج ديال قرعات خضرين مقشرين ومحكوكين بشكل طولي كما كتلاحظوا كذلك جوج ديال جزارات اللي هما خيزوا مقشر ومحكوك كذلك ارقيق بالحكاكة عندي ايضا فلفلة حمرة وصفرة حتى هما مقطعين طريفات صغار بزاف هنا لكم اختيار عندكم غير فلفلة خضراء كتضيفوها ما كتتحبوش الفلفلة ما تضيفوهاش نهائيا انا المكونات كلها مقطعه رقيقة كما لحتو والجزار والقرعام حكوكين بشكل طولي كنضيفو مقدار ملعقتان كبيرتان ديال زيت نباتي او زيت الزيتون لكم الاختيار او ممكن تستعملو زبدة كنشحرو هاد المكونات هي اللولا كما لحتو معايا المكونات يعني رقيقة مقطعه بسرعة كتطيب ما كتاخدش لينا الوقت بزاف كنستمرو في التحريك ديالهم على نار متوسطة غادي نضيف لها التوابل عندي السودانية الكامون والسكنجبير والملح بالنسبة للهريسة او السودانية حسب الضوق ممكن تضيفوها ممكن ما تضيفوهاش ممكن تستعملو بدالها تحميرة فلفل حمرة حلوة يعني ما تكونش حارة هاد التوابل كتبقى حسب الضوق ديالكم كنضيف ماء عادي الـ 20 غرام ديال كفتا لحم مفروم وكنستمرو في التحريك ديالها حتى كتطيب المكونات ما كيكونش الماء في الحشوة ضروري ما تنشف احد تفاوليها ما كنضيفش لها الماء نهائيا خارج النار كنضيفوه جبن اللي كيكون محكوك اي ماركة متوفرة عندكم حسب الضوق ايلا ما بغيتوش تضيفو فروماج محكوك كتستعملو قطعتين ديال جبن متلت او مربع مع الحشوة اخر حاجة فوق النار كتضيف كتكون معلك الحشوة مكونات العجين عندي 400 غرام ديال طاحين ابيض فورس مع 200 غرام من دقيق الفينو ملح حسب الضوق ملعقة كبيرة غير مملؤة مع مراش من خميرة الخبز عندي الماء دافي باش غادي نجمعو المكونات وكنضيف كذلك ملعقة كبيرة اما زيت الزيتون اما زيت نباتي ممكن اضيفوها زبدة الى بغيتو يعني كين اخوات ما كيفضلوش الزيت ولكن انا كان فضلا نستعمل زيت الزيتون كيعطينا طراوة لهد العجين ديال البطبوط كنعجنوه بالطريقة العادية كنخلطو المكونات هي اللولا كنبقى نضيف المدع فيه حتى كنحصل على عجينة قوام ديالها اللي كيكون متماسك ما تكونش خفيفة بزاف وما تبقاش قاسحة بزاف كنضيف الماء حتى كنحصل على عجينة اللي كاتكون متماسكة بعدين ندلكها شوية مدة ديال 4 دقيق تقريبا احنا الوقت اللي كندلكو العجينة كتزيد كترطاب وكترخاء يعني ما تخليوهاش مرخوفة من الاول دكشي علش كتخليوها عجينة متماسكة يعني الوقت اللي كتدلكوها كيكون القوام ديالها مرخوف وهذاك هو الهدف اللي بغينا احنا يا كنحصل على هاد القوام هذا كيما كتلاحظوا ممكن تغطيوها بقطعة ديال التوب منديل او بلاستيك غدائي او توضعها في علبة وتغطيوها وتخليوها كتخمر لمدة الكافية انا غادي نخليها في حدود عشرين دقيقة تولد ساعة المهم كي تضعف الحجم ديالها ممكن ياخد لكم اكتر من هاد الوقت حسب الجو وحسب الخميرة كيما كتلاحظو كنحصلو العجينة اللي رطبة خامرة كيما كتشاهدو معايا كلها فقاعات مدلوكة مزيان وخمرات لينا مزيان كنجمع الاطراف ديال العجين وضروري هنا يا ما ترشو سطح العمل بشوية ديال دقيق الفينو كتقسموها الكويرات متساوية حسب الحجم اللي بغيتو انتوما كويرات صغار متوسطين او كبار هاد شي كي بقارة جعلكم طبيعة الحل كنشكلوها كويرات غادي نستمر بنفس الطريقة هاد الكمية ديال العجين غادي نحصل على 16 كورة كيما كتلاحظو معايا هنا الكيمية كاملة هنا لكم الختيار ايضا يعني ممكن تبسطوهم باليد ممكن تبسطوهم بالدلك لكم يعني لكم الاختيار وضروري يعني ما تغطيهم من ديل او بلاستيك غدائي باش ما كينشفوش لكم خصا الى كان الجو ساخن هاد الايام كان الجو ساخن هاد نبسطها هاد نبسطها شوية بيدي ومن بعد غادي ندير لها هاد لك هاد ندير لهم كلهم سمك واحد يعني هاد يعني هاد العملية مختصرة للوقت يعني بسطو الكورة ديالكم كاملين كما ممكن تصرحوا العجينة ديالكم كاملة وتقطعوها بشكل دائري كما درت في الفيديو السابق ديال البطبوط الصغير غادي نوضع لكم الرابط وصندوق الوصف يعني جوش ديال الطرق كان حصلوا على نفس النتيجة حتى هاد مختصرة للوقت يعني غادي نبسطوهم كاملين وكان وضعو الحشوة ديالنا وكان بدون نسدو فيهم كاملين في نفس الوقت هنا بعد ما بسط الكيمية كاملة عندي قطعة اخرى كما لاحظو را عندي 16 قطعة وكان وضعو كمية ديال الحشوة ما يعادل تقريبا ملعقتين ديال الحشوة وكان بدون نجمعو طرفي ديال العجين غير نصيحة العجينة ديال هاد الاطراف كتطلعوهم الفوق يعني ما كتدخلوهمش في الحشوة كتطلعوهم الفوق باش كيجيو عندنا سمك واحد كسبقى الحشوة الوسط والعجينة الفوق والعجينة التحت ما كتلاحظو كنطلعو العجينة الفوق طريقة راها سهلة وواضحة وهاد الطريقة راها عملية سريعة مختصرة للوقت ما كتتاخدش لنا وقت بزاف خاصة اللي سريحتو العجينة كاملة وكتبدو تشكلو فيها مباشرة كنستمر بنفس الطريقة حتى غادي نكمل كما لحتو معايا كنطلع العجينة الفوق ما كندخلاش في الحشوة كنجمعو الأطراف وكنطلعو حتى غادي نكملو بنفس الطريقة ناخد القليل فقط من دقيق لفينو وكا نبدو نبسط ممكن تبسطوهم بدلك كما كتلاحظو را ما كتخرش منهم الحشوة نهائيا يعني العجينة عندنا خامرة ويعني رطبها مشي قاسحة وما تكونش تاني مرخوفة بزاف كتبسطوهم وتخليهم يعني خمروا واحد لعشرة دقيق ضروري ما تغطيهم باش ما كينشفوش كيتكون عليهم واحد القشر في الاعلى كان سخنو مقلة وكان اخد واحد ورق مطبخ او منديل كان نوضع فيه القليل من الزيت وكان نبسح المقلة وكان نبدا كان طيب خبيزات ديالي الكمية اللي غادي تهزلي المقلة بالنسبة له هاد البطبط يعني كتكون المقلة سخونة وكاس بقلنا النار متوسطة يعني ما تكونش مرتابعة بزاف وكان ستمرو في التقليب ديالهم كيتحمرو كما كتلاحظو رغم ان في الحشوة كيجي من فوق وخاوي من الوسط هدي هي الصور النهائية كيجي بطبط اللي رائع حشوة اللي ديدة فيها الخضر فيها اللحم مفروم ممكن تعاوضوه بالكفتة ديال الجاج ممكن تعاوضوه بالطون ممكن تكتافيو بالبصلة والخضر محكوكا كما لحتو بعد ما كتطيب لكم هذيك الحشوة كتضيفو لها قطعتين ديال الجبن او ثلاثة او اربعة حسب اختيار ديالكم المهم ان هذك الجبن كتضيفوه على المكونات وهي مازالة فوق النار كنحصلوه على واحد الحشوة اللي كتكون معلكة كتجيل ديدة بالزاف يعني ماشي بشرط اننا نديرو جبن اللي كيكون محكوك وان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم بان الله خليتلكم الراحة في امان الله كانت معاكم رايحانا كمال اشتركوا في القناة موسيقى